اقتربت مرة من مدرس الرسم الخاص بي بسؤال قلت له هناك أوقات أجد فيها نفسي في متحف أمام لوحة ولا أعرف ماذا أرى من بعض اللوحات أستطيع أن أقدر التقنية التي صنعت بها ويمكنني أن أقدر جمال الصورة وأنا على دراية بقراءة الرموز والقصص الرمزية ولكن هناك لوحات أغرى لا أعرف فيها ما سأرى ما الذي يجب أن أنظر إليه في اللوحة؟ أجابني أستاذي عندما تنظر إلى راقص تراه يرقص وعندما تستمع إلى عازف بيانو تسمعه يعزف وعندما تنظر إلى لوحة ترى كيف يرسم الرسام بدأ هذا منطقيا تماما لكنني أعتقد في ذلك الوقت أنني لم أفهم بالضبط ما كان يقصده مع سنوات الممارسة ورؤية المزيد من اللوحات أعتقد أنني أفهم أكثر قليلا ما كان يقصده التمرين الجيد هو ملاحظة كيفية تعامل الرسامين المختلفين مع نفس الموضوع على سبيل المثال قطعة خبز دعونا نرى كيف يمكن للرسامين تحقيق مجموعة كبيرة ومتنوعة من التعبيرات فقط من خلال التعامل مع العناصر التصويرية دون الحاية إلى اللجوء إلى الروايات أو الرمز على سبيل المثال هذه اللوحة تعطينا الشعور بالخبز الطازج كيف ينقل الرسام هذا الشعور دعونا نلقي نظر على العناصر الرسمية تم وضع الخبز على مستوى العين المنظر عن قرب لا توجد مساحة كبيرة بين قطعة الخبز وحافة القماش وحجم اللوحة صغيرة جدا 15 في 20 سنتيمتر تولد هذه الأشياء ثلاثة شعورا بالدفء والقرب تدعونا هذه اللوحة الصغيرة للإقتراب أكثر لتقديرها بمزيد من التفصيل لدينا أيضا هذه الخلفية المظلمة جدا التي يظهر منها الشكل بلطف الانتقال بين الضوء والظل تدريهي للغاية يمكن أن يشهر ذلك إلى الصباح والليل ليشعرانا أن هذا الخبز يخرج للدوء من الفرم في الصباح لكن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه اللوحة هو النسيج ضربات الفرشاء السريعة والقوية التي تم رسمها بها يبدو أن الرسام كان في عجل من أمره لوصف هذا الخبز قبل أن يأتي شخص آخر ويأكله تعمل ضربة الفرشاء القوية على تعزيز هذا الشعور بالانتعاش ويا له من شعور مختلف يعطينا هذا الخبز الآخر الألوان أقل حيوية لم يعد الخبز على مستوى العين يبدو أننا نلاحظه من نقطة أعلى قليلا لسنا متأكدين من نوع السطح الذي تم وضع الخبز عليه لا يوي الطاول أو مفرش ترى أيضا أن الرسام قد أعطاها نزيجا معينا مثل عشبة الزنجار الذي يجعل اللوحة تبدو قديمة وتعطينا بعض دريات اللون الرمادي والأخضر في الخبز شعورا بأن هذا الخبز ليس طازجا جدا يمكننا أيضا أن نرى أن الخبز لا يتم توسيطه ولكن يبدو أنه تم وضعه في مكان عشوائي في الصورة كل هذا يعطينا الشعور بأن الرسام لم يرغى في رفع قطعة الخبز يبدو الأمر أشبه بقطعة خبز ويذها شخص ملقا على الأرض تنقل هذه اللوحة شعورا باليأس الشديد ربما من المستقبل القريب حيث سيكون العثور على قطعة خبز حتى لو كانت تتحلل طعامنا الوحيد لهذا اليوم وقد تحقق هذا الشعور بالهلاك دون اللجوء إلى العناصر السردية ببساطة عن طريقة تعامل مع العناصر التصويرية الآن أمامنا صورة أكثر سعادة تساعدنا المقارنة والتباين في فهم هذا بشكل أفضل الألوان هنا أكثر حيوية وإشراقا يمكننا أيضا أن نرى كيف استخدم الرسام الاتصاق الكريمي لطلاء الزيتي لتمثيل نسي الميرينغ تظهر شرائح الكيك مخطوعة عند حافة اللوحة مما يشير إلى وجود شرائح كعك أكثر مما يمكن أن تراه أعيننا وهذا يعطينا الشعور بالوفرة هنا تغرينا ملذات المجتمع الاستهلاكي على الفور بالطبع نحن نعلم أن الفن يمكن أن يحتفي الويودين في نفس الوقت إذا أراد فنان أن ينتقد كيف يجد المجتمع الاستهلاكي لطيفا وفارغا فإن شريحة من الخبز الأبيض على خلفية رمادية مسطحة تنقل المشاعر بطريقة واضحة وقوية للغاية بالمقارنة مع اللوحة الأولى التي رأيناها عن رغيف الخبز الطازج فإن هذه اللوحة تفتقر إلى الرهبة والعاطفة وهذا هو القصد لكنني أجد حموضة الفكاهة إلى أحد ما عبقرية في هذا المثال الآخر قرر الرصام أن يأخذ الكثير من الوقت لملاحظة وتمثيل هذا الخبز بتفصيل كبير يتم وضع الخبز في مكان أكثر مركزية وعلى مفرش المائدة هذا يعطي الخبز شعورا أكثر تميزا الألوان ناعمة النغمات قريبة من بعضها البعض لم يعد لدينا التناقض الذي أنتج الدرامة في اللوحات السابقة ولم تعد المادة المختارة للعمل بها زيتا بل تباشير وألوان الباستيل على الورق سمح هذا للفنان بالحصول على نسيج ناعم للغاية بدلا من ضربات الفرشاء القوية هذه العناصر تعطينا إحساسا بالصمت والصفاء وكأنها همهما بين الخبز والرسام وكنا شهودا على هذه العلاقة الحميمية أعتقد أنه أصبح من الواضح كيف يستخدم الرسامون العناصر التصويرية للتعبير عن أشياء مختلفة لكن هل يمكن للخبز أن ينقل الحزن؟ الهشاشة الدعابة الخطورة الهدوء والطمأنينة التنافر أو كيف سيبدو رغيف الخبز إذا كان هو الفرق بين العيش أو الموت في وسط الحرب أم من الممكن أن يكون الخبز ينتج نشوة صوفية جنسية تقريبا لدى الفنان هنا الألوان النابضة بالحياة والضلال العميقة التي تخفي الشكل والطريقة التي يداعب بها الضوء الأشكال بلطف والمنظر القريب الذي يخلق العلاقة الحميمية والأشكال المستديرة والسوائل التي تذكرنا بجسم الإنسان وحساسية الألوان في الزيت وضربة الفرشاء الخفيفة التي يستخدمها الفنان لوصف الأشياء دون الإفراط في التفاصيل مما يسمح للخيال باللعب تتجمع كل هذه العناصر التصويرية لتوصيل هذا الإحساس بالإثارة الجنسية في الخبز هذه هي الطريقة التي يرسم بها الرصامون وكيف ترسم رغيف الخبز